اشتركوا في القناة فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذا النقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام نعم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على الجمال للبعض أولي إن شخنا فيني نمتفى الله سبحانه وتعالى ساركا ساركا سكول كتالي سين ينفرقاته سيبجأنا من الوقتيني حتى يمكننا مهاجرنا وأيضاً إن ننسى فلا ننسى أن نشكر هذه القناة التي استضافتنا في هذا اللقاء المبارك حتى نفيد إخواننا في هذه البلد إن شخص الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما حبابه مدكي سوى ينسى أن نسى أن نسى أن نسمع لنا ونسى أن نسمع لنا وإن فألا تحب في هذه البلد إن شخص الله سبحانه وتعالى اللّه سبحانه وتعالى صحيح اللّه سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبث وسدى خلقهم لغاية وهي العبادة فإذا اشتغل الإنسان في هذه الدنيا بعبادة الله ساعد ولا نقل السلمية علىldه وإرتكب الله سبحانه وتعالى والسلام 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 لدعوة الخلق إلى توحيد سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد فالتوحيد لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد استقرار الأمن ويجب أن يكون مؤمن بشكل مستوى تكفير الحسنة تكفير السيئات ولكن لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا يدخل الجنة إلا موحد استقرار الأمن الله سبحانه وتعالى من فضلك فهذا التوحيد لابد من تحقيق نخلص التوحيد من الشرك والبداع والمعاصر نخلص التوحيد من الشرك والبداع والمعاصر فهذا التوحيد من المحاولة تحقيق التوحيد من يجعل العمل يجعل القرية وكذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إَبْنِي اُبْنِي يَعْبِيِّ فَدُطْ مَاذَنِي سُمْتِينِ فلابد أن يبتعد المسلم عن الكافر ويتميز عنه ولا تشبه به و بعد أن يتعلم التوحيد ويعمل به لابد من الدعوة إلى توحيد الله فالمحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام فالدعوة إلى الله إلى طريق الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك المحقق حقا للتوحيد لابد أن يخاف من الشرق لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن الإنسان إذا مات من صلى الله عليه الصلاة والعافية على الشرق الأكبر لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى أو يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وكذلك يأتي الشرق في المحبة وكذلك يأتي الشرق الأكبر من صلى الله عليه الصلاة والعافية على الطاعة وكذلك يأتي الشرق الأكبر في الولاة والبراة وكذلك الذي تقدم معنا من البراءة من الشرق وأهله نعم لم يكن تريسا من الشرقيني أمن والا إبن سنوين مرح في نيابة سنة للاي كائنا وشفا كان يوقف هذا الشرق الأكبر الشرق في النية والإرادة والقصد شرق لونها نية سنكتة؟ يعني لا ينوي العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وإلا أقع في الشرق أعتني من سواء بانسي مجبادة دي إسيا مكنيات فانو غاين دي الله تعالى سبقرنا إنياد دو بانسيانا هناك ويرون دابت إنسيا محلوب أفل شرق تقع الشرق في مساحل نذكر منها ومكيان جمدت ريسا كأوتان ينبغ شرقيني أمممس حالة سبطل نطول شرق في أن يستغيث بغير الله يقرق مثلا في البحر ثم ينادي الولي أو ينادي النبي أو ينادي ملك أو ينادي أحد من الجن وكذلك يأتي الشرك في الخوف من غير الله كان يخاف من بعض الأولياء مثل أو يخاف من أصحاب القبور وكذلك يأتي الشرك في الثبح لغير الله محبة وتعظيمة كالثبح للجن ولأصحاب القبور فلابد من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى ومن أكبر الزعال إلى الشرك في العصر الحاضر هم السحرة فلابد من صرف العبادة للعبادة 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 لن يضع من صرف العبادة للعبادة للعبادة للحرك في العصر الحاضر اسالي السحر عبر القنوات التلفزيونية وكذلك عبر رسائل الانترنت والجوال وسان التواصل الحديث وكذلك على الحديث بعض المجالات يعني عندنا الان بعض المجالات تجد فيها الأبراج يعني pasando كل واحد في البرج الذي ولد فيه فشراء المجلة محرّب التي فيها هذه الأبراج والنظر في الأبراج فلو صدق ما في هذه الأبراج حتى ولو بعد أيام كان يقع له شيء من ما قرأ مثلا؟ فقد كفر بما هنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقولون هنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقع لها حيانا الرسالة في العظم الموقع يقولون أنه عندما يقولون على الرسالة بالرسالة اسم أو بعض المعلومات عنه مثلا لا تقبل له صلاة أربعين يوم إذا جاءه الجواب من هؤلاء كفرابي ما قنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفرابي ما قنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا يظن بعض الناس أن إتيان السحل يكون فقط بمجالسة السحل إن كيوانا المانوسيا إن بغنال نقا إن مويلون غمك سحل أو إن دلومين كلها مما سحل لموك هم سحل متسحل ولا يدري أن الإتيان يكون صور متعددة كشراع المجلة أو النظر في القناة و الصلاة صلى الله عليه وسلم U kalعنال أن الناحضر ساحرة أو العراف الذي يدعي معرفة الأشياء التي تسغى وتفقد وما إلى ذلك والذي يدعي معرفة علم الغيب ويدعي معرفة ما في الضمير هؤلاء كلهم يجتمعوا مع الساحب في إدعاء علم الغيب وكل من إدعاء معرفة علم الغيب هو كافر ومعرفة علم الغيب هو كافر ومعرفة علم الغيب هو كافر ماذا نصنع؟ قدر الله سبحانه وتعالى وقع السحر ماذا تصنع؟ تلتجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يعالج السحر بسحر لماذا؟ لأموم لأن هذا مخارف للكتاب وإن هذا مخارف للكتاب والقرآن ومعرفة علم الغيب ومعرفة علم الغيب وإن هذا مخارف للقرآن يعني كأنه يعتقد أن القرآن ليس فيه شفاء وفيه تقوية للسحر ثم أن الساحر الثالي ولكن ما يستخدم؟ بعد ساحر المظمة ساحر لم يجرده ماذا يقولون؟ أعطا ما يستخدم للسحر التي يتكلم أنقذ لأن شخص من الدفوع ساحر إلى السحر ساحر يمل ساحر إلى السحر ساحر إلى السحر ماذا يجددا أن العثي فيك ساحر إلى السحر نوع من ذلك عندما يقع إذلك وإن شخص من الدفوع ثم العلاج بالسحر ليس بيقين أمر مظنون مشكوك فيه وعلى الاج بكتاب الله أمر يقين ثم العلاج بكتاب الله يأخذ فيه ثم العلاج لا يمكن أن يقدم ليهذا المسحوق شيء إلا بأني يقرق شيء إلى الشيطان وكان يكون الشير كلاكب افتح أن ينمى قبل أن ينمسك الشير سيكون المسحوق فهل الآن يقول عندما ينمسكين سيكون مغانا ينمسكين فإن ينمسكين حتى أن يمسكين لأمان ينمسكين أدواله سبحانه وتعالى أدواله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وكذلك بالدعاء هذا هو الثابت أما حل السحر بسحر فقد ذكرنا أسباب تمنع من هذا وتجعل أن العلاج السحر بسحر قد يؤدينا صلى الله عليه وسلم على الشرك الأكبر سأشرب فقد يتبع أن يكون هناك وعندد هنا هو يمكن أن نضعه في الزذراف وعندما يكون هناك إسم لأطفال ورقيا الشرقية محرما بل هي نوع من الشرق فالرقيا الشرقية لابد فيها من شرط سالة الشرط الأول أن تكون الرقيا من الكتاب أو السنة الصحيحة الشرط الأول أن تكون الرقيا من الكتاب أو السنة الصحيحة ورقيا الشرط الأول أن تكون الرقيا من الكتاب أو السنة الصحيحة الشرط الأول أن يقول على نفسي مثل يقول على نفسي أعوذ بكلمات الله التأمات وإذا كان يكون الرقيا من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الشرط الثاني في الرقيا أن يعتقد أن الرقيا سبب وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع ما الله هو الله سبحانه وتعالى إذا كان الشرط الأول أن تكون الرقيا بكلام معلوم مفهوم أو باللغة العربية أن تكون باللغة العربية؟ نعم هذا الشرط الأول أن يكون الرقيا جيدًا لأنه يكون الرقيا مثل الذي يكون الرقيا قلت سوى الهاتف يقول الحمد لله وبالعالمين والرحمن الرحيم وأن نفهم ما يقول أنه عندما يتكلم بكلا ولا نفهم ما الذي يقول لا نفهم ما الذي يقول ولا ندري شيء لأنه ينادي الشياطين عندما يتكلم أن يتكلم أن يتكلم أن يتكلم أن يتكلم أن يغرف سرывают ياتيف من الجياطين وأن يتكلم أن يغرف هذا الرغم في الآن هو الرغم وهذه علامة من علامات الساحر يعني يعرف الساحر بأن يدخل بشرط من شروط الرقين ومن علامة الساحر أيضا أن يكتب الحروف المقطعة وخاصة تكتب عندهم بعد آيات القرآن لأن هذا فيها كفر بالقرآن كذلك يعرف الساحر بالتفريق يفرق بين المرق وزوجه ومن علامة الساحر بأن يتقرب إلى الشيطان أخبار الساحر بأن يتبع إلى الشيطان من علامة ساحر الأدفاع يقول لم أجد راقي شرعي فذهبت إلى الساحل نقول له سبحان الله لماذا تلتج إلى الخلق ولا تلتج إلى الخالق سبحانه وتعالى يقول لك أنا لا أحفظ شيء من القرآن هل تحفظ الفاتحة؟ لا أحفظ الفاتحة نقول أقرأ الفاتحة والفاتحة فيها شفاء نعم وأدعو الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا قدر الله سبحانه وتعالى على عبده في سحر أو مس أو ما لذلك الأصل أنه يطوب هو بالقراء على نفسه ولا يطلب من غيره وفي حدث أنه يسأل الله سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى عبده يكون من السرعين الألف الذين يتخلون الجنة من غير جزاء والأحسار في الأحسار ومن الأمور التي يعني أكثر الوقوع فيها التشاوم والتطيور ومن الأمور التي يعني أكثر من الأمور التي يتشاوم فيها يتشاوم في بعض الأيام و بعض الأوقات و بعض الأماء وكذلك في بعض الأحيوانات و بعض الأصوات يتشاوم في بعض الأشياء يعني أع explosف على الإنسان يعني الأرض حتث أخضر يعني الأرض حتث 여기 يلسى بما أجرد أعاد على أشياء عاموا من أجل أن يسلعون من الأشياء وكذلك يحدث من المهارات التي يتحسسساها منها أنه يتحسسساها من الدين وكذلك يتحسسساها من أنه يتحسسساها من المعرفة وكذلك سبب الرب سبحانه وتعالى وسبب النبي عليه الصلاة والسلام وليستهزاء في القرآن والسنة وسبب الصحابة رضو الله عليهم وسبب الصحابة رضو الله عليهم وفي الحقيقة قد طعن في أربعة أشياء طعن في الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة قد طعن في الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة قد طعن في الله سبحانه وتعالى قَلِمَداً لِقَعَنْكَوْا مُتَعَنْكَوْا كَ مِنْهَا تُعْحَلِينَ لِأَنْ مَغَا عَلَانِيَ خَالِلِهُمْ أَسْحَابُ اللَّمِيَ عَلِيصَّ وَيِنُمَّا هُمْأَنْكَوْا قَلِمَا عَلَانِكَوْا مُتَعَنْكَوْا آلِمَا أَلِمْكَوْا وَقَذَلِكَ بَعْتَيْا يُوبُونَ وَقَدَلِكَ تَعْنُوا وَقَهُ تَعْنُوا لِي هُمَا مُغْتَيْا لَأْنَهُمْ هُمَ الَّذِينَ نَقُلُونَا الْدِينَ فَلَوْ تَعَنَّا فِيهِمْ مَعْنَا هَذَا نُنُقِلْ لَنَا أَدْ دِينَ عَلْ أُنَاسِ مَقْعُمْ فِيهِمْ وَكَذَلِكَ الْأَمْرَ الرَّبِعِ تَعْنُوا فِي الصَّحَابَ وَدُوَ اللَّهُ عَلِيمُوا هَذَا أَمْرَ رَبِعِ فَالْوَاجِبَ أَلَّا نَذْكُرَ السَّحَابَ وَالُوَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ إِلَّا بِخَيْتِ وَنُمْسِكَ عَنْ الْكَرَمْ فِيهِمْ سَوَاءً كَانَ بِاللِّسَانِ فَالُوَدْنُوا فِي الصَّحِبَ وَالْقَرْقِ فَالَا اَلَّا نَذْكَ عَلِيمُوا هَلْتِهِمْ فَالَأْتِعُ اللهُ عَلَا فِيهِمْ أَلَّا نَيْهِمْ أَلَّا نَذْكَ أَلْا نَذْكَ الْحَابَ نَا نَذْكَ حَنَا نَذْكَ سُمْدِكَ وأقال ما يقال في هؤلاء الرابطة أنهم سكوا الصحابة رضو الله عليهم وبهذا طعنوا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام طعنوا في الصحابة رضو الله عليهم نعم إن سببوا بوانا أمو إن هي كبسر همان رافضين إن سلا مغي إن سمدن لها مما صحابك صلى الله عليه الصلاة والسلام وهذا الصحابة كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرابطة كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا معنى هذا أنهم ابتدعوا في دين الله بل هذا هو الكفر الأكبر نعم ما يتعلون إن رافضين إنهم أو إن بايدوا جماتوا ها زمن صلى الله عليه الصلاة والسلام ومن مغاشية رافضة نعم نعم الأولى أن نسمعها قبل رافضة نعم نعم الأولى أنهم ما تكونوا من رافضة نعم لأنهم رافضة هوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله عندما سؤلنا عن أبي بكر وعمق الله عنهم عندما سئل عن أبي بكر و عمر رضي الله عنه فقال هما وزيراء جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أبي بكر و عمر رضي الله عنه فرفضوا ولهذا سموا رافضة سيولقني لأدو أنه سيجدتو سيولقني لأدو أن تأتكاد نهادو السحابة سيولقني لأدو سيلا مليمائي دون هدو يوم سيلا رافضة يبقى معنا أمر أخير و نقتم به إن شاء الله تعالى و هو أعنى بأن تأتكاد نهادو ينبسون المقبقالة ينبسون بيه ينبسون دانين سيادريني أمونالونيين تعليق أشياء يضعها بعض الناشة دان الله إياهم على البلوت وعلى الأولاد وفي السيارات أعنى أعنى يبقى أعطل شكرا لكم من البحر كالأسماك والأصداف أو نعل قديمة أو كف أو بعض الكتابات على السيارات يزعم أن هذه الأشياء تدفع العين إذا أعتقد أحد أن هذه الأشياء تدفع وتنفع وتضر فهذا هو الشرك الأكبر وإذا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أجعلها سبب وإذا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أجعلها سبب وإذا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أجعلها سبب وهذا كان المتحدث في الشرك الأسر لن يتدفع notre قرآن سبب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلق في بيتي أو على دوما أو على أولاد أو على نساء أو على نفسي وكذلك الصحابة رضو الله عليكم بلن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كان يحرم هذا أي تعليق آيات من القرآن بلن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كان يحرم الله عنه وغيره 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 هذا ما تيسر الله أعلم يرادو في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفقنا لما نحبه الله أصبار رضي الله عنه وغيره 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 من معرفة أن أدركه بلن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره سب lamb desk والله يدفع етров oluşم هناك 负 liv إتيارك للتحضر في زี ما لمـــــــــت شكرا اشتركوا في القناة